حتى في اللجان النيابية يسود نظام المحاصصة الطائفية إلى أبعد مستوى الأمر الذي أثار حفيظة بعض الكتل التي وضعت على الهامش بالنسبة لهذه القسمة ومن قبيل ذلك كتلة إشراقة كانون النيابية أكدت أن الكتل السياسية تقوم بتوزيع المناصب النيابية المتمثلة بالنواب اللجان في مجلس النواب وفقا لمنهج المحاصصة داعية إلى تعديل قانون المجلس الكتل المنخرطة في العمل السياسي كشفت عدم وجود فصل بين الأغلبية التي تتولى مسؤولية الحكم والمعارضة المفترضة التي تتولى مسؤولية الرقابة عليها بمعنى آخر أن الجهات الرقابية في البرلمان منبثقة عن الكتل الحاكمة بحيث لا يوجد انتقاد ولا مساءلة لعملها وهذا ما تعتبره الجهات التي لم تحصل على نصيبها من الحصة السياسية مخالفا للعمل الديمقراطي المفترض الاعتراضات على تسمية رئاسات اللجان النيابية لم تقف عند هذا الحد إذ أعلن النائب دوريد جميل عزمه الطعن بانتخابات رئاسة لجنة النزاها النيابية كذلك يعترف عضو الإطار التنسيقي ثائر مخيف أن المحاصصة الحزبية ألقت بظلالها على اختيار رؤساء اللجان البرلمانية وطبقا للنائب المنضوي في الاتلاف الحاكم في العراق فإن المحاصصة الحزبية ستأخذ حيزها في تشريع القوانين وإقرارها وستكون بسلة واحدة أيضا مؤكدا أن هذا الأمر سيكون على حساب المواطن وعمل الوزارات والأداء الحكومي محاصصة اللجان النيابية ليست عملية طارئة منفصلة عن الجو السياسي العام إذ إن النظام المحاصصة لم يتغير على مدار الحكومات المتعاقبة ولعله في الحكومة الحالية أصبح أكثر تجذرا في القاعدة السياسية ويخدم مشروع تمكين دولة الميليشيات الممثلة بالإطار التنسيقي